لبيك اللهم يبيك لبيك لا يبيك لا يبيك إن الحمد والنعمد لدى الملك لا يريك تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن لجنة الملكية المكلفة بتنظيم شؤون الحج قد قررت بالنسبة لأداء فريضة الحج لعام 1441 هجرية ما يلي فتح باب التسجيل أمام المواطنين والمواطنات في لائحتين تخصص أولهما للراغبين في أداء هذه الفريضة بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والثانية في وجه الراغبين في أداء الفريضة بتأطير من وكالات الأصفار السياحية تحديد فترة عملية تسجيل الحج بالنسبة لموسم حج 1441 هجرية الموافق لـ 2020 ميلادية ابسداء من يوم الاثنين خامس وعشرين رجب 1440 هجرية الموافق لفاتح أبريل 2019 ميلادية إلى غاية يوم الجمعة سادس شعبان 1440 هجرية الموافق لـ 12 أبريل 2019 ميلادية وتجدر الإشارة إلى أنه ليقبل تسجيل الحجاج الذين سبق لهم أداء فريضة الحج خلال عشر سنوات المنصرمة لبيت اللهم لبيت 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 إن الحمد والنعرد لك والملك لا يريد ترجمة نانسي قنقر